النهاردة المنتخب المصري عنده مباراة مع زنبيا في إطار مباريات المنتخب الودية على حامش معسكر الإمارات وفي مباراة تانية يوم الحد الجاي مع منتخب الجزائر بكامل نجوله يعني خلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر عن مباراة زنبيا وكمان الجزائر المباراة الودية اللي هتلعبها مصر من خلال ضفنا اللي بنوارنا فيه على استوديو الأستاذ أمير نبيل الناقض الرياضي سواء الخير أستاذ صباح خير أستاذ أحمد وصباح خير أستاذ أمير وسعيد أننا موجود معكم سوز أمير يعني خلينا نتكلم على روي فيتوريا في الأول واختياراته في يعني الأسماء اللي هتنضم للمنتخب لمواجهة هذه المباراة الودية تحديدا شايف الاختيارات دي زي يعني طبعا روي فيتوريا كان حريص أن الفترة دي يستفيد منه بأقصد استفادة فترة التواقف دولي دايما بيبقى أي مدير فاني حريص أنه هو يجرب أكتر قادرة من العنام ويمكن من بداية عمله فيتوريا يعني بيدي فرصة للعابين ممكن ما يكونوش يعني في دائرة الضوء بيحاول أن هو يكتشفى ناصر جديدة يوسع قاعدة الاختيار بالنسبة للجهاز الفني شفنا قايمة 25 لعب الاختيار اللي اختارهم فيتوريا ما نقدرش نقول إن فيه مفاجئات قوي نفس العدد المحترفين تقريباً اللي موجود يمكن باستثناء غياب محمد شريف لعب الخليج السعود ولعب النادل أهلي السابق يمكن أيضاً غياب إمام عشور التام استبداله بأحمد حسن كوكا بالإصابة اللي اتعرض لها في مباراة الإسماعيدي الأخيرة بخلاف ذلك يمكن نقدر لهم اختيارات منطقية بالنسبة للجهاز الفني البعض يعني ممكن يتحفز على اسم أو اتنين يمكن بعض في حراسة المرمى شفنا وجود محمد الشناوي محمد صبحي ومحمد أبو جبل باستثناء الشناوي يمكن الشناوي محافظ على أساباته بشكل كبير جداً السنوات الأخر ربما كان في فترات أفضل في فترات سابقة بمستوى أفضل ولكن في النهاية يعني برضو الجهاز الفني بيحسبها بالعناصر المتعودة على أجواء اللعب في المنتخب زي أبو جبل اللي عنده خبرة دولية مش قليلة محمد صبحي أيضاً من العناصر التي تعتبر شابة بالنسبة للمركز حراسة المرمى فبالتالي بيعتمد عليه أنه يبقى موجود حتى لو مش في أفضل حالاته في الفترة الحالية وبالتالي ده ينطبق على كتير من المركزين بس دي عادة فيتوريا هو لو مقتنع بلاعب بيقدم له كل الدعم حتى لو لا يلقى الدعم الجماهير قوي على السوشل ميديا يعني زي ما حالك تكلم عن محمد صبحي أعتقد أنه هو دعمه في الفترة اللي فاتت بشكل ظاهر للجميع صحيح هو يمكن كان تفسيره لده وده حين عاكس تفتكر على اللاعب وعلى المباراة طبعاً يعني هو عندنا مباراتين يمكن زي ما سوى أحمد قال مباراتين عندنا للزامبيا ثم الجزائر فبالتالي في فرصة أننا لعبه مش هجرب اللاعب في المباراة دي هيبقى عنده فرصة أنه يلعب في المباراة التانية وده لنا تمناها الحقيقة خاصة مركز حراسة المرمى من المركز الهمة جدا يعني فترة كبيرة من نحتاج أن نحن يبقى عندنا حارس مستوى ثابت شفنا في كاس الأم الأفريقية وتقلق محمد أبو جبل بعد إصابة محمد الشناوي فده يمكن بتأكد لنا أن فيه برضو خامات جيدة يمكن الاعتباد عليها فيما يخص محمد صبحي يمكن زي ما الجميع عارفين هون مش أفضل في مستوياته مع نادي الزمالك كان فيه مستويات أفضل من كده لكن هو كان تفسير في توريا أنه من اللعيبة الشابة اللي ممكن يبقى لها مستقبل مع المنتخب هو بشكل عام يحاول أنه ينزل معدل الأعمار بحيث أنه يبقى عنده قاعدة اختيار جيدة لأنه هو طبعا الأهداف اللي بالنسبة له كأس العالم وكأس الأمور الأفريقية القادمة والمنافسة على البطولات اللي بيشارك فيها أفهم من كلام حراك أنه هو حيلعب بقيمتين مثلا النهاردة وواحدة يوم الحد حيجرب الأساسي والاحتياطي في المبارايتين بحيث أنه الجميع يبقى جاهز بعد انتهاء المبارايتين هو طبعا مش هتبقى بنسبة مية في المية يعني مش هيلعب ده بتشكيله ده بتشكيل تاني لأن برضه هو يمكن فيه فصل زمني أولايل ما بين المبارايتين ده اللي بيخليش ويا حافظ على بعض اللعيبة من الإرهاق وبالتالي ممكن نشوف اللعيبة تبدأ المباراة دي ويعني ممكن ما تكملش أو يعني تاخد جزء من المباراة بحيث أنها تبقى جاهزة للمباراة الأخرى أمام الجزائر وبعض اللعيبة اللي ممكن ما تشاركش النهاردة نشوفها في مباراة الجزائر وبالتالي هو ما بيحسبهاش أنه هو ده هيلعب المباراة دي وده هيبقى جاهز للمباراة دي أو اللعب الفلان ممكن يبقى أنسب له مباراة زمبيا أو أنسب مباراة الجزائر هو له أهدف أنه عايزة تدوير اللعبين على اللعبين بالضبط كنا بحيث أنه يضمن برضه المستوى البدني يبقى مناسب فيه المباراة دي سيد أمير إحنا موجودين في فترة يعني عطلة دولية إيه اللي هدف المربو بين المباراة الوديتين ما بين مصر وزمبيا ومصر والجزائر بنشوف كل منتخبات العالم يمكن المغرب بتخد ودية مع البرازيل في عطلة الدولية السابقة فيه كتير من المنتخبات بتحاول أنها تستفيد من الفترة دي أنها تجرب اللعب اللي عندها تجرب العناصر اللي عندها أكيد ما بين قايمة وقايمة من فترة التوقف وفترة توقف أخرى بيبقى فيه تغييرات في القايمة بيبقى فيه لعبت مستوى مع عنديتها مش أفضل حاجة فيه لعبت مستوى مع عنديتها بيتطور وبالتالي محتاجة فرصة أكبر مع المنتخب كل ده بيبقى الغرض الفني بالنسبة لي فترة العطلة الدولية والمنتخبات اللي هي بتعتمد على اللعبة بتشوف القاعدة اللي عندك بتشوف العناصر تطمئن علىها بشكل كبير لا يقتصر الأمر على مجرد تدريباتهم عسكر لكن لازم تقود تجربة قوية فنيا تقدر أن انت تقف على مستوى اللعبين اللي عندك ده على مستوى الفني على مستوى أيضا يعني خلينا نقول الهدف الأبعد أيضا وهو التصنيف فيما يخص التصنيف الدولي لأنه ورضو بفرق معنا شفنا فرق معنا التصنيف الدولي فيما يخص تصفيات كأس العالم الماضية ونحن كنا تصنيف تاني فاضطرنا أن نحن نواجه أحد القوى الكبرى وهو منتخب السنغالي اللي كان فيه يعني أوج تقلقه في الفترة اللي احنا استضمنا بها فبالتالي وجود المنتخب المصري حالاني ممكن كمان قبل القرعة كأس الأمم الأفريقية القادمة وجوده في التصنيف الأول أعتقد مطالب أنه يحافظ عليه عشان برضو الارتباطات القادمة والاستحقاقات القادمة ووجود المنتخب المصري في مركز أو تصنيف متقدم أعتقد مفروض يبقى وضع طبيعي بالنسبة لتاريخ واسم المنتخب المصري على مستوى القرعة السمراء فبالتالي زي ما بنقول هي أهداف كتير بالنسبة لجهاز الفني من خوض مباريات فرصة احتكاك جيدة أيضا الحفاظ على التصنيف وزيادته أيضا ما أمكن ذلك فيتوريا حريصة على وجود التناغم ووجود الوجوه اللي مكانش متعود أنها تبقى موجودة في المنتخب يعني حرصوا على ضم كوكا زي حرصوا كمان على ضم مثلا حسين عبد المجيد إبراهيم عادل بيعيد نفس السيناريو بتاع كيروش لما جاب محمد عبد المنعم هم كلهم حرصين أنهم يبقى عندهم لعيبة بأساميهم طبعا دي حاجة جيدة لأي جهاز فني أنه هو بيبقى حريص على أن أنا أكتشف لعيبة في لعيبة يعني ده بيعكس أن أنا كجهاز فني بتابع كل مباراة الدوري يعني أنا بباركس على الأنديا الكبرى أنا بشوف اللعيبة للعناصر اللي عندي صحيح أن في بداية موسم دوري دلوقتي ما تداريش تقولي أن في لعيبة يعني عاملة فارق كبير مع أنديتها طبيعي لسه في البدايات لسه يعني الفورما ما جابتش أو مع بعض اللعيبة أو مع كل الأندية أو أغلب الأندية فبالتالي هو بيختار العناصر اللي شايف أن هي الأجهز بالتالي أنا شايف اختيار مثلا أحمد نبيل كوكا يمكن من اللعيبة المبشرة العناصر الصعيدة اللي بتقدم بشكل جيد مدربه فيه النادي الأهلي مارسل كورور ابتدأ يدي له ثقة بشكل كبير بيشارك بشكل أساسي في بعض المباريات رغم أن خطوصة النادي الأهلي يضم يعني أسماء كبيرة نتكلم في أليو ديانج في إمام عشور في مران عطية عمر السلية حال عوداتهم للإصابة كل دي ممكن عناصر كريم ندفد أيضا فبالتالي وجود أحمد حسن كوكا أنه يفرد نفسه على تشكيل النادي الأهلي دي أعتقد مش من فراغ وهو دايما بيبقى فيه تنصيق ما بين الأجهزة الفنية للأندية والمنتخابات بشأن التوظيف الأمثل للعيبة يعني ممكن أنا هستفيد منه في مركز يعني شوفنا النهاردة مثلا على سبيل المثال نادز مالك كارلوس أسوري أو أخوان كارلوس أسوري مدير فنز مالك بيستعين بأحمد فتوح في وسط الملعب هنا فيتوريا هستعين فيه ممكن شكل كبير في مركز الظاهير الأيس يعيده للمركز السابق له لكن في النهاية كل مدرب بيشوفه في الغرض اللي هو اللي بيخدم على طريقة اللعبة بتاعته ويستفيد من اللعبة أقصى استفادة فيتوريا يمكن الحاجات اللي يعني العجباني شخصيا فيه إن هو عنده قابلية هو ممكن قال ده في المتابرة السعافية عنده قابلية ليضم أي عنصر يتقلق أو يزبط نفسه مع ندي عنده روح من أنواع المرونة بما حضرت يعني بما حضرت بتتلم على فكرة الاستفادة المثلة من اللعبين فشايف التشكيل إزاي المتوقع اللي ممكن يلعب به فيتوريا في يعني مبارات زنبيا يعني طبعا لا خلاف علي محمد الشيناوي أعتقد هيبقى الخيار الأول فيه حراسة المرمى ممكن فيه الرباع الدفاعي ممكن نعتقد أن أحمد فتوح سيكون الخيار الأول طبعا بديله محمد حمدي أيضا لعب مميز في قدمة مميزة جدا مع بيرامدز ولكن أعتقد أن أحمد فتوح قد يكون الخيار الأمثل بيمر بفترة فنية جيدة بعد عضواتهم للإصابة محمد عبد المنعم أيضا من العناصر الأساسية سواء مع الناد الأهلي أو مع المنتخب قدم ثبت أقدامه في شكل كبير جدا أيضا ممكن يكون علي جبر أو أحمد سامي أحد السنائي بيرامدز ممكن يكون موجود أعتقد علي جبر قد يكون أيضا له فرصة في المشاركة وأيضا محمد هاني ظاهير الأيمن للناد الأهلي اللي برضو بيقدم مستوىات جيدة في الفترة الأخيرة مران عطايا في وسط الملعب إلى جانب أيضا وجود محمد النني أو طارق حامد أحدهم في خط الوسط وجود أيضا أحمد سيد زيز وأعتقد سيبقى له دور في خط الوسط الهجومي السلاسي الهجومي أيضا محمد صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد أعتقد ده المثلث الأقرب لقيادة هجوم المنتخب أمام زامبيا النهاردة وزي ما قلت أنه برضو هيبقى حريص في توريا على أنه يستفيد من كل الناصر الموجودة في القائمة نتكلم في 25 لعب هو عايز يستفيد من اللعبة في المباراتين بحيث أنه توزيع المهام والأدوار والدقائق اللعبة بين اللاعبين مثل أنه برضو مبارات الجزائر أكيد على قدر كبير من الأهمية لا تقل همها من مبارات زامبيا بالتأكيد يعني دربي عربي كبير وبالتالي لازم برضو النتيجة توبع على قدر التطلعات بعد اللي شفناه الميران بتاع المبارح نقدر نقول أن المنتخب المصري كامل للعدد ما شاء الله هو طبعا يعني كامل للعدد بشكل كبير يمكن بس عمر مرموش قد يكون يعني فيه ليس فيه أفضل مستوى من الجهزية ولكن العناصر الموجودة بس هي أصابة بسيطة في مباراتهم يتعافة وإن كان لم يعني يعني مش حيلح المباراتين دول يعني حتى لو ما نحيش مبارات زامبيا ممكن يبقى جهز لمبارات الجزيرة طبعا هو جهاز الفني يعني بيقيم الخيارات اللي عنده وفقا للحالة البدنية والحالة الفنية للعيبة قبل المبارات فبالتالي الحداشر اللي يختارهم النهاردة أكيد هو واثق أن هم الأكثر جاهزية أو اللي هم الأنسب كمان للمبارات طبيعة المنافس منتخب زامبيا برضو خلينا نقول نهم من المنتخبات الجيدة اللي تطور بشكل كبير في الكرة الأفريقية بفترة أخيرة لا ننسى أنه بطل أفريقيا في 2013 فبالتالي يعني عنده من الخبرات في بعض وبعض اللعيبة يمكن المميزة في الهجوم تحديدا يمكن منهم فاشن سكالة لعب الفايحة السعودي ده لعب مميز جدا وحريف فممكن يبقى يعني مصدر إزعاج لدفاع المنتخب المصري وأيضا فاتسون ده كلاعب لستر سيتي من اللعيبة المميزة وكلاوت شاما يمكن لعب سنبا تنزاني اللي بستعد أيضا لمواجهة النادي الأهلي فيه بطولة السوبرليج الأفريقي وسابق لون مواجهة عندها مصر كتير طيب النهاردة مساءن هيكون فيه برضو حدث من الأحداث الهمة وهو أرعة نهائي بطولة أفريقيا 2023 توقعتك ايه للأرعة دي تحديدا مع وجود مصر طبعا فيه التصنيف الأول طبعا من حاجة جيدة للمنتخب المصري وجوده في التصنيف الأول يبقى على رأس مجموعة يعني برضو بنذكر المشاهدين بالتصنيف الأول أو المنتخبات الموجودة فيه يمكن المنتخب المصري لجانب تونس والجزائر والمغرب وكوديفور والسنغال يمكن كوديفور منتخب البلد الماضيف موجود أيضا في التصنيف الأول ولكن طبعا بلا شك يبقى فيه صدام قوي مع أحد المنتخبات أو إحدى القوى الكبرى في الكرة الأفريقية لأن التصنيف الثاني بيضمه منتخبات زي الكاميرو النجيريا غانا بوركينا فاسو ومالي أعتقد كل دي منتخبات حتى التصنيف الثالث أيضا في منتخب زي جنوب أفريقيا بتطور بشكل كبير في الكرة الأفريقية منتخب زي غينيا أعتقد هيبقى فيه توازم بشكل كبير لكن أكيد هيبقى فيه صدام واحد على الأقل مع منتخبات مع منتخب من المنتخبات الكبرى ولكن بطبيعة الحال يعني منتخب مصر شفنا أنه كان وصيف النسخة اللي فاتت وكان قريب من أنه يحقق لقب البطولة بعد غياب طويل لكن بينافس دايما على البطولة يعني دايما تطلعاته إلى ما بعد دور المجموعة فبالتالي دور المجموعة هتبقى محطة بالنسبة للمنتخب لكن يهمنا طبعا إن شاء الله أنها تكون مجموعة جيدة ومتوازنة بالنسبة للمنتخب الوطني وأنه ما بقى شيء مشاكل بالنسبة لنا في المنافسات طيب لا هيحصل النهاردة نحن عارفين أن الكرة جوان بس برصيد حتش أرفوز وست هزائم بس الطريق بينحاز للمصر قدام منتخب زنبي يعني أعتقد أن فيتوريا بقدر ما هو سجله جيد جدا مع المنتخب الوطني باستثناء الخسارة الأخير أمام تونس اللي هو كان منزعج جدا منها بسبب أنه عايز حافظ على سجل الانتصارات بتاعه شايف أنه حرم من بعض لعبيه بسبب قصة غياب لعبي الأهلي والفترة الجدل اللي كان فيه ذلك الوقت ولكن أعتقد هو حتى رغم الكلام وأنه كان عايز وقت أطول للاستعداد لمباراتي زنبيا وجزار لكن أعتقد أنه سيكون هدفه الأول تحقيق الفوز وتحقيق الفوز مخنع بالنسبة لجميع المصرية يستعيد به الثقة مرة أخرى ويقدم كرة جيدة من المتعاودين عليها في الفترة الأخيرة بالنسبة لمنتخب الوطني أعتقد أنه يبقى الفوز حليف منتخبنا الوطني بإذن الله طيب تعالى نبعد عن المنتخبات والروح للدوري المصري أهلي وزمالك وبرمز وفيوتشر ويحن في حالة توقف للدوري ديوقتي هل شايف أن الأندية الكبرى أصبحت موجودة في الصدراء وبتنافس تقدر تستغل هذا التوقف لكي نرى رجوع بشكل مختلف وخلينا نكلم عن الزمالك تحديدا يعني طبعا سؤال مهم بالنسبة لنادي الزمالك أو بالنسبة لأندية بشكل عام في فترة التوقف يعني خلينا نقول برضو أن في بعض الأندية بتحرم من لعبيها في فترة التوقف يمكن من حسن حظ نادي الزمالك أنه ما عندهوش خيابات دولية كتير نتكلم فيه محمد صبحي وأحمد فتوحة وأحمد سيدزيزو على مستوى المنتخب الأول بالإضافة للعبي المنتخب الأولمبي لكن الحالة الفنية نادي الزمالك يعني ليست فيه أفضل الأحوال لكن في النهاية قدر يستطيع حقق الفوز على البنك الأهلي فيه الموراة اللي فاتت كان مهم جدا أنه حقق انتصار لأن طبعا الفترة اللي فاتت على مستوى الدولي تحديدا حقق تعادلين فبالتالي مش أفضل بداية بالتالي مطالب أنه هو يقدر حقق النتائج أو انتصارات فيه الدوري تجعله حتى على الموجود فيه يعني ركب الصدار أو المنافسة على قمة الترتيب أعتقد أنها فرصة جيدة بالنسبة لي إخوان كارلس أسوريو ليه بقول كده كمان لأن يمكن بيعاب على أسوريو وجهاز الفنية للزمالك أنه بدأ فترة الاعداد للموسم الجديد متأخر يعني كان فيه فترة راحة أكثر من 20 يوم بالنسبة للعيبة في البتالي بداية فترة استعدادات ما كانتش كافية بالشكل المناسب أن انت تقدر تحقق انطلاقها جيدة حتى على مستوى البدري بنشوف برضو فيه لسه مش في أفضل حالات بالنسبة لأغلب اللاعبين ده برضو ينطبق على كتير من الأندية اللي بدايتها ما كانتش جيدة على مستوى الدوري وما حققتش نتائج مميزة فترة يعني إعادة ترتيب الأوراق بالنسبة لكتير من أجهزة الفنية يمكن شوفنا فيه برضو بعض الأجهزة بعض الأندية تبدأ تغييرات فنية مبكرة يمكن شوفنا مورو المدير الفني لفاركو بيرحل وتعيين كابتن خالد جلال بديلا لوفة بالتالي هنشوف الفترة اللي جاية أعتقد مستوى أفضل فيما بعد فترة التوقف الدولي احنا قولنا النهاردة ان شاء الله نتعشى بأن الفوز يكون من نصيب المنتخب المصري هنتكلم أكيد في المرات اللي جاية عن ايه اللي حيحصل كمان يوم الحد اللي جاي بطولة مصغرة بنفس فيها فيتوريا اليومين دول قبل التصفيات أعتقد أنها كان محاولة لوجود مباراة قوية لرفع الاستعداد عند المنتخب المصري بنسعد بوجودك دايما معنا الناقد الرياضي الأستاذ أمين نبيل نورتانا وشرفتانا شكرا للمساة شكرا للمساة